صورة من صور التغريبة اليمنية وحكاية من حكاية معاناة اليمنيين اليومية والمتزايدة جراء الحرب إلى المجهول يرحلون لا يعرفون إلى أين ولا كيف ستكون حياتهم الجديدة ولا ما هي الأرض التي سيحطون فيها هذه المرة كل ما يعرفونه من فعل هذا بهم ومن يقف خلف معاناتهم أهالي قريتي شليل وبني الحداد في مديرية حرض يذهبون من جديد محملين بأوجاعهم بحثا عن مأوى آمن ينزحون للمرات الثالثة من مخيمهم بعد أن تركوا خلفهم تسعة شهداء وأكثر من ثلاثين جريحا جراء استهداف ميليشي الحوثي لمخيمهم أنا عند جاه المعاوض وأنا بيستجرحا هذه أم لمعاق أصيبت ابنتها أيضا بقصف الميليشي الحوثي الأخير لا تدري ما مصير ابنتها ولا ماذا تعمل تختزل حكايتها حالة التيه اليمنية ويختصر وجهها تقاسيم اليمني وتفاصيل معاناته وظروفه الراهنة الصاروخ انتشر في الأرض يعني المحل حقه حوالي حق 7 سنتي ثمانية ولكن الشضايا تمكنت في المخيم كامل وقتلت حتى أنا عثرت على جثه ولد صغير راقد فأحلى نومه ملقيتش راصله تسعة شهداء وأكثر من ثلاثين جريحا سقطوا جراء قصف الحوثيين على مخيم للنازحين قبل نحو إسبوعين سقط أيضا ثمانية مدنيين بينهم ستة أطفال وامرأتان جراء قصف حوثي آخر الميليشيات الحوثيات تستهدف البيوت المنازل المخيمات وهم ناعمين الشيوبة والأطفال والنساء بأي ذنب لهم مدنيون بلا ذنب يسقطون ضحايا قضائف ميليشي الحوثي جراء استهداف مخيماتهم للمرة الثالثة ينزحون ومع كل نزوح لهم يناشدون ولا مستجيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر